ولما ضغطت عليه طلبته بالجواز او انه يرجع لها الفلوس قال لها اثبت يا مرأة انت فاكراني جزك الخروف ولا ايه فرجوا على الفيديو ده للاخر عشان هيكون فيه كلام مهم جدا والنص الاخير من الفيديو هيكون كشف الاسرار وخبايا المجتمع هل المرأة بتنجذب للمال والمكانة الاجتماعية ولا بتنجذب للوسامة اكتر الرغبة الحارقة بتكون لمين فيهم بعض الرجال بيعتقدوا بيتوهموا ان رغبة المرأة بتشترى بالمال وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقة والواقع مابتقدرش تشتري مشاعر الست الرغبة الحارقة للمرأة لا تشترى بالمال ولا بكنوز الدنيا كلها دليل على ذلك شوف كم الملياردرات اللي خانتهم زوجاتهم مع سواءهم الخاص او مع الطباخ او مع اي حتة عيل شغال عنده ومش لايه يكل وكل ده بدون ما حتة العيل ده يدفع اي ملين واحيانا هو اللي بياخد فلوس كمان اصلا ودليل على ذلك من القرآن برضو لمرأة العزيز انجزبت لسيدنا يوسف وكانت عايزا ينم معها وهو مجرد شاب شغال عندهم بمعنى اضكف نظر المجتمع هي الاعلى مكانه امرأة العزيز وسيدنا يوسف لعنده لا مال ولا موارد ومجرد عامل فقط وده بيطرح سؤال مهم جدا هل الوسامة كفية بغض النظر عن المال والمكانة الاجتماعية ولا ده مجرد استثناء طب لو قلنا ده مجرد استثناء ومش قادة لنفس النساء التانية كانت عايزا اللي كانت عايزا امرأة العزيز ليه قطعنا ايديهن عندما رأه سيدنا يوسف الحقيقة اللي بيغفل عنها الرجال الفقراء منخفض الايكيو ان الرجل الغني ابعد ما يكون عن انه يكون جزاب لأي مرأة مشكلة الفقر انه بيشوف ان المرأة تراكته وذهبت للرجل الغني فبيعتقد ان ده سر الانجذاب ولكن في الحقيقة ده مش انجذاب اصلا المال مش بيجذب غير المستثمرات النصابات الجولديجرز واللي في معظم الاحيان بيسرقوا فلوسي الغني ويصرفوها على الف فقير وواسين ويلا نكمل بقى الفيديو على قناة اليوتيوب عشان الكلام اللي جاي هيكون جرح وصادم ولو نزلته هنا هيتمسح الفيديو كالعادة وممكن تتقفل الصبحة قناة اليوتيوب بتاعتي هتلاقوا باسم سمح بركات بالعرب وبالانجليزي وده نفس الاسم بتاعي في كل المنصات رجال الاغنياء في نظر النساء هم مجرد خرفان او كما يطلق عليهم بالمصطلح العلمي خنازر الدفع لا ينجذبنا لهم النساء جنسيا لا يرغبنا فيهم رغبة حقيقية النساء لا تكون مع الرجل الغني وخاصة الغير وسيم الا من اجل ان تستغله وتستمتع بموارده فقط واحيانا حتى الغني الوسيم بيستغله وبيعمله مع نفس الشئ ده وخاصة لما يكون جاهل بسيكولوجية المرأة ما عندوش فريم ما عندوش اطار زكوري ما بيعرفش يوصل للحتة المزوخية في شخصية الست باختصار ما بيفهمش في الستات ده احيانا هو اللي بيكون مزوخي معها اصلا وعايز يكسب رضاها باي طريقة وده اللي بيخليها تنفر منه وتشوفه ضعيفه وتحتكره في بعض الرجال الغفلين يجيلي ويقول لنا خطب واحدة كانت مخطوبة لحد تاني قبل مني وخطبها الاولان كان بيعاملها وحش جدا بيدربها وبيشتمها وبيهنها وكمان بيخليها ايها اللي تصرف عليه وتحسب على اكله في المطاعم ولما انا خطبتها بعد ما هو خزالها وسببها وسبب لها الم نفس كبير كنت انا العواض كنت انا الدواء واللي بيطبطب ويداد ويراضي وبيتمنى لها الرضا ترضى براعي ربنا فيها وبصرف عليها ببزغ ومش مخليها محتاجة اي حاجة وبعملها كأنها ملكة وفي الاخر وبعد كل ده تفاجئ واتصدم بانها لسه بتحبه وكمان بتترجن ويرجع يزلها تاني رغم كل اللي هو عمله بتحبه ورغم كل اللي انا عملته ما حبيتنيش عزيز الرجل الغفل عن سيكولوجية المرأة المرأة تنسى من انتشالها من الوحل ولكنها لا تنسى من وضعها فيه المرأة تتعلق بمعزبها وجلاديها وتشتهي جنسيا ولا تتعلق بهذا الكائن الرومانسي الرخو والضعيف الذي يعاملها كملكة هتعاملها كملكة هتعاملك كإنك واحد من العبيد معظم الرجال بيعتقدوا وبيتوهموا ان كل ما قدم للمرأة كل ما حبته اكتر ولكن العكس هو الصحيح كل ما قدمت لها اكتر كل ما احتقرتك اكتر واسبطت لها ان انت مفيش عندك ايما حقيقية تقدمها غير الموارد والخدمات اللي انت عملت ادفعها لها دي هتنهل عليها بالهدايا والمجوارات والسيارات الفارهة هتطلب منك اكتر وممكن كمان تتهمك بالبخ تخيل افهم الحقيقة المرأة لما بتحب راجل بتكون معاه لذاته مش بتكون معاه عشان هو بيجيب لها ايه ولا بيعمل لها ايه رغبة الحريقة عند المرأة لا تشترى بالمال حتى لو اوهمتك بدا هي بتوهمك بدا عشان تفضل تجيب لها اكتر وتستنزفك اكتر واكتر وفي النهاية تكتشف ان قلبها عمره ما كان معاك اصلا هي مش بتاعتك من البداية المال بيجذب لك المستثمرات والنصبات والجولد ديجرز هتصرف عليها ببزغ وتجيب لها كل اللي نفسها فيه وتسخر حياتك كلها لخدمتها والاهتمام بيها هتحتقرك وتستغلك بدون رحمة ولن تشفك عليك مهما كنت بتحبها حبك وضعفك ناحيتها كأنك بتنزف قدام سمكة ارش بالزبط وكل ما حسيت بحبك وضعفك اكتر كل ما احتقرتك واستغلتك اكتر على عكس ذلك كل ما كنت انني واهتمت بنفسك وشكلك ومظهرك اكتر كل ما استمتعت بخضوع عليك اكتر غير ان الكلام ده مسبت علميا فيه ناس كتير ما تعرفش ان قبل ما كنت لايف كوتش للرجالة كنت لايف كوتش للستات وعارف كل خباياهم واسررهم وكنت بعمل عدد كبير جدا من استطلاعات الرأي معهم وبسألهم بتحس ايه لما يكون الراجل ضعيف من ناحيتك معظمهم عبروا بكلام كتير بس كلهم اجمعوا على مقولة واحدة بس بحس انه مش راجل كل الاستشارات اللي كانت بتجيلي زمان كان كلها ستات لان المحتوى زمان كان كله للستات ولكنه كان محتوى مفيد برضو وما كانش فيه سنبنة ولا نصايح مضللة كنت بقولي الحقيقة كعدتي واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحياة وللامنة كنت قصد استهدف الستات في الفترة دي عشان الستات هي اللي بتتحكم في 80% من الانفاق طب هل فعلا الستات اللي بيتحكموا في 80% من الانفاق في العالم معهم كل الفلوس دي لا بتصرف مرتبها وبعد كده تسحب من فلوس جزء وياريتهم بيصرفوها على حاجة عادلة كل صرف الستات على كماليات ورفاهيات وحاجات ملهاش لازمة واختارهم لما يكون لها عشيق فقير طفران قعدة تصرف مال جزء كله عليه انا فيه ستات كانت بتحكيلي انها بتاخد بال50 الف من جزء تصرفها على عشيقها الفقير اللي مش لاقي ياكل اللي عشيقها نصب عليها وخلع ومع ذلك لسه بتحبه وعايزة تديله كل كنوز الدنيا كمان وفي اللي سرقت كل فلوس جزء وصرفتهم على عشيقها وبعد ما جزء فلس وبقى على الحديدة واتطلقت منه عشيقها قال له همك في العشة ولا طارق ولما ضغطت عليه وطلبته يتجوزها أو يرجع لها الفلوس قال له هزبط يا مره انت فاكران جزء الخروف ولا ايه كلمة كمان وهفضحك قدام كل الناس واولهم زميلنا في الشغل الشغل اللي احنا تعرفنا على بعض فيه كلام ده طبعا على لسان الست اللي بتحكيه للمشكلة وجاية تقول لي اعمل ايه معاه طب ينفعش تكيه طب ينفع عارفة عليه قضية ما ينفعش للأسف اخرك القضية اللي رفعتها على جزء الغلبان هو ده بس اللي تقدر تتشطر عليه عرفتوا ليه بقى ربنا بيقول في كتابه العزيز لا تؤتوا الصفهاء اموالكم الصفهاء اللي من ضمنهم النساء والصبية هو ده واقع الحياة احنا مش عايشين في عالم وردي ولا احنا عايشين في المدينة الفاضلة في نوعين من الرجالة نوع حمل طيب وديع رومانسي غلبان وده الستات بتستغله اسوأ استغلال لدرجة ان احيانا بيوصل بهم الحل لانهم يموتوا من القهر زي جزء المسكين كده ونوع تاني ديابة الستات بتندم على اليوم اللي عرفتهم فيه وفي عصرنا الحال دايما في حياة كل بنته وكل ست النوعين دول البيتة اللي بيكدحه ماركون عرف والالفة اللي بيتمتع بفلوس البيتة وبيتمتع بامراته كمان والمنظمات النسوية والاعلام بيعملوا هندسة اجتماعية عشان يبرمجوا كل الرجالة ويعدهم كرجال بيتة مزودين لاستقبال اكبر عدد من ارامل الالفوات بيعملوا نظام شامل يساعد النساء على تطبيق استراتيجيتهم دي استراتيجية الانسة السنائية في التزاو استراتيجية البيتة يكدح والالفة ينكع عشان الانسة ما بتلاقش راجل تقدر تجمع فيه كل السمات اللي زي الوسامة والشخصية والمال والموارد مع بعض بتختار انها تكون مع رجلين رجل غني بيتة بروفايدر عنده الموارد والخدمات وده بيكون خنزير الدفع بتمارس عليه المساوا والعقد والنقص وما بيعرفش اتمتع بيها بتدل العلاقة مرة واحدة بس كل اسبوع واحيانا بتمتنع عن العلاقة باوامر من عشيها وده بيكون الرجل التاني اللي بيتمتع بالوسامة والكارزمة وفاهم سيكولوجيتها كويس وبيتحصل على العلاقة بالمجان وبشكل يومي وبيكون فقير ومعدم وبتنفك عليه من اموال زوجها البيتة واقع الحياة كده ادل للمرأة فلوس او وظيفة تفسد تدل للمرأة فلوس كتير في ايديها هتلاقيها بتروح تبعزقها وتصرفها كلها في الكماليات والرفاهيات مجوهرات مكياج شنط عطور واخرة برازيلية عشان تستطح دعلى منك بفلوسك يهبل على العكس ادل للراجل فلوس او وظيفة محترمة هتلاقيه بيأسس اسرة جديدة في المجتمع هتلاقيه بيصرف في الاساسيات بس زواج بيت ارض مشروع الفلوس والوظيفة في ايدي الراجل نموه للمجتمع والفلوس والوظيفة في ايدي الست فساد وخدمة للرأس مالية والحكومات سامحة بدا لان ده بيخليهم يتحصلوا على ضرائب اكتر خلاصة الموضوع عقلك في رأسك تعرف خلاصك وتعرف اللي بيعلي من امتك وتعمله وإن اللي بيقلل من امتك وبيخلي الستات تكسب ايمة وهمية على افك وبفلوسك والمظهره بيخلي اي ستة تتمنى تكون معاها وعلى عكس ذلك لما يبدأ يهمل نفسه ويسخر كل اهتمامه للتودد للمرأة وينفق كل امواله عليها بتحتكره انا مش هقدر انقذ كل الرجالة اكيد بس على الاقل خالص هحاول انقذ اكثر ما يمكن انقاذه هحاول انقذ اكبر عدد ممكن هي ده رسالتي في الحياة وهو ده اللي انا حابب اعمله وحقيقة رجالة اكبر حاجة كسبتها السنة دي هي انتم كل الرجالة اللي انا اخواتي بحس بمشاكلهم وبتكلم بصوتهم لان انا واحد منهم وكلكم بلا استثناء بقرأ كل تعليقاتكم وبعمل عليها قلوب وكلكم اكيد بتشوفوا ده رغم ان الموضوع ده مرهج جدا ان نعمل ده على خمس منصات بنزل عليهم المحتوى بتاعي ولكن بفرح ان الوعي بينتشر وبفرح ان الناس بايتفاهمه وبترده وبتحلل في التعليقات ما شاء الله عليكم بجد اللهم دائما في تطور ومن احسن لاحسن يا رب وبس كده سلام عليكم